اشتركوا في القناة ليش هذا الموضوع موجود وين بستخدمه وشو بفيدني في البرمجة على اساس انك تكون متأسس صح في البرمجة تمام اليوم راح نتطلق لموضوع خفيف لطيف اللي هو ال xml ايش هو ال xml راح نشرحه بطريقة جدا جدا بسيطة تمام شو هو ال xml طبعا ليش بستخدمه في البرمجة وين بستخدمه بالبرمجة ايش بسهل علي حياتي في البرمجة وهكذا تمام فرح ناخذ high level information عن مقدمة بسيطة عن xml تمام بسم الله نبدأ خلينا نبدأ بمثال لو انا عطيتكم هذا المثال وقلت لكم انت مش مبرمج اقرأ لي وحكي لي هذا شو بدل لك تمام راح اعطيكم 30 ثانية تقرأ لي هذا المثال حاول افهم ايش هو هذا بتلاحظ ان عندك هنا كالتالي بتلاحظ انه انت كبني ادم سهل عليك تقرأ هذا الشي وسهل عليك تفهم شو هو تمام يعني من غير ما تكون ذكي كثير تبتيجي بتحكي والله انا عندي employees موظفين تحت employees في عندي employee employee هذا الو اي دي اسمه محمد ابو هدهود department تبعته engineering ال position تبعه software developer salary 75000 اليميل كذا وبعدين سكرنا التاك تبعت الemployee بعدين رح نبلشنا في employee اخر موظف اخر بنلاقي الو اي دي مختلف اسمه علي حامد مثلا department تبعته marketing ال position تبعه كذا السلر تبعه كذا واليميل تبعه كذا وسكرنا الemployee اذا انا بتطلع عن بتطلع من غير ما يكون عندك اي علم بالبرمجة سهل جدا عليك انك انت كبني ادم تقرأ هذا الفايل او هذا الملف تمام هذا الملف بيعبر لك عن ايش بيعبر لك عن معلومات عن data تمام هذه المعلومات مخزنة بهذا الملف او ممثلة في هذا الفورمات بشكل زي hierarchical يعني الemployees تحتها في employee تحت الemployee في id name department الى اخر هي بتسكر بعدين فيه employee تاني فمنلاحظ انها زي الشجرة تمام فهذه الفورمات هذا الفورمات اللي احنا منشوفه تمام هذا هو ال xml اذا ال xml هو عبارة عن extensible markup language شو يعني markup language markup language يعني انا بستخدم tags عشان اصنف المعلومات هذا نسمي الemployees هذا نسمي الemployees هاي tag هاي الemployees نفتح هون الemployees هذه بتسكر الemployees فما بينهم هو بتتبع الemployees طب الemployee الواحد له tag تاني اسمها employee هاي معلوماتها وهاي منسكر الemployee طب ال id هاي هاي معلومات هاي data هاتة طبعة ال id وهي تسكير ال id هذه منسميها tag هذه tag تمام هذه منسميها markup language يعني نفس اللي اشتغل على ال html اللي عنده خبرة في ال html هديك hypertext markup language هي برضو markup language بس هاي extensible markup language بس هديك hypertext markup language اللي هي ال html تمام شو يعني markup language هي لغة وصفية اذن ال xml هي لغة هي ليست لغة برمجة هي لغة وصفية descriptive يعني بتوصف لك لما بنطلع على هذا التكست هذا التكست شارح حاله من حاله صح يعني هاي ال xml شارح حاله من حاله ما فيش داعي اشرح لك يا انت بس تقرأه بتفهمه تمام فهو واصف حاله من حاله فال markup language اللي هي لغة وصفية وليست لغة برمجة بنستخدمها عشان انا اخزن المعلومات بطريقة منظمة تمام سواء بدك تخزنها بفايل تخزنها وينما بدك امثل المعلومات بطريقة منظمة هذه المعلومات طالما انت كبني ادم قدرت تقرأها تمام معناته الكمبيوتر بقدر يقرأها صح معناته هي سهلة القراءة على كل على كل الoperating systems سواء ويندوز ولا لينوكس ولا اي او اس ولا اندرويد ولا xyz ولا whatever اي operating system في الدنيا ما هي تكست ما هي تكست هي نص نص فيه معلومات بشكل مرتب البني ادم بقدر يقرأها والماشين بتقدر تقرأها فاذا ال xml هي لغة وصفية بتخليني ان ارتب المعلومات بشكل تيكست بشكل نص تمام بطريقة منظمة تمام اي حد في الدنيا بقدر يقرأها فطالما اني انا رتبت هذه المعلومات بهذه الطريقة تمام معناته انا بقدر اعمل search بهذه المعلومات في مكتبات مش مهمة لان ما رح ندخل فيها تقدر بتخليك تفتح ملف xml او عندك xml data تقدر تعمل search عليهم تعمل query تستعلم عليهم تمشي فيهم بيتاريشنز تمشي في هذر الموظفين موظف موظف تعملهم update تعملهم delete تعمل اللي بدك إياه فيهم فانت بتقدر تعتبر كمان xml هي database بس مش relational database هو الفايل العادي انت لو تخزن معلوماتك بفايل كما separated مثلا او بأي فورمات بدك إياه الفايل هو عبارة عن database والxml برضو هو عبارة عن database هو ملف يحتوي على data تمام الفرق بين الفايلات العادية والxml ان الxml منظم لك إياهم بتاكز تمام الآن هذا الحكي سهل وبسيط صح فهو سهل وبسيط عليك كابني آدم فهو سهل وبسيط على كل الoperating systems تمام الماشينز بتقدر تقرأه بسهولة سهل وبسيط وما انه سهل وبسيط تمام مش معقد ما بده اشيه هو text والtext الحلو فيه انك تقدر تبعثه على الانترنت بطريقة سهلة تمام زي الاشتيمال هو الاشتيمال في الاخير هو عبارة عن text فال بنزل والبراوزر هو اللي بترجم لك يا لها رسومات واشكال تمام فهذا التكست يعني انا هذه المعلومات بدي ابعثها لأي حدث في الدنيا بقدر ابعث له اياها بكل سلاسة وسهولة ما بدها تكنولوجيز معقدة وانتجريشنز معقدة واشياء معقدة فسهل علي بما انه هذا التكست بسيط اني ابعثه لأي حدث تمام ابعثه لأي ابليكيشن فهذا سهولة الاشتيمال بتمثيل الدياتا بشكل نص بشكل مرتب بخليني انا اقدر اعمل ما بين الابليكيشنز بسهولة اتبادل المعلومات ما بين الابليكيشنز بسهولة بطريقة منظمة وستاندرد الكل بفهمها فكل الدنيا بتفهم الاشتيمال وبتقدر تتعامل مع الاشتيمال وطبعا في مكتبات بتسهل عليك التعامل مع الاشتيمال تمام فاذن طيب ليش سمو اكس ام ال اكس هي يعني جاي من ماركاب لانجوج اكس ام ال اكستنسابل ماركاب لانجوج ماركاب لانجوج حكينا اللي هي لغة وصفية يعني على كيفك انت بتسويها يعني كلمة هاي انت اللي سميتها ما حدا انت حطيت هذا انت حابب انه تحط بتحط تحتيه اي دي نيم ايميل طب حاب اضيف ادرس بضيف كلمة ادرس هذ اسم السلري هذي مين اللي حطو انت تقدر تسميها كوكو تقدر تسميها اكس واي زي فالتاجز هذولة تمام انت اللي بتصممهم كديبلوبر بالطريقة اللي انت حابها ما حدا بتجبرك على شي ممكن انت تيجي تحكي مثلا هنا تحط ادرس تمام وتحت الادرس تحط سيتي تحط كنتري سيتي ستريت بلدنج نمبر واتفر فالستركتر تبع الـ اكس ام ال انت كديبلوبر بتصممه مش زي الـ اشتي امل اللي تعلموا اشتي امل فيه تاجز بري ديفاين انت لازم تكون حافظها زي مثلا بي ار اتش واتفر هذول تاجز معرفين مسبقا انت بدك تتلتزم فيهم تستخدمهم بس تاجز في الـ اكس ام الانت بتصممهم انت بتسميهم سميهم اكس واي زي كوكو واتفر في الاخير انت اللي بتصممهم عشان هيك انت بتصممهم وانت اللي بتحكم فيهم عشان هيك هي مركب الفورمات مطلوك لالك بالطريقة اللي بدك اياها حارب الدياتا هاي تمثلك كتب بتحط معلومات للكتب حارب هذه الدياتا تمثلك بتحط معلومات الاشي اللي بدك تمثله بالطريقة اللي بدك تتمثلها في قواعب بدك تتبعها في لما تيجي تتسوي الـ بس موضوحها جدا سهل وبسيط تمام فهذا هو بشكل عام ومبسط على موضوع الـ خلينا نروح على التفاصيل هلأ كل اللي حكيته في المقدمة راح نرجع نعيده عشان نرسخ هذه المعلومات تمام اذن يعني التاجز هدولة اساميهم والستركتر تبعهم كم ليفل في التري والهاي انت بتتحكم فيه فهو متروك لإلك كديبلوبر عشان هيك بسموها extensible مركب language الـ html مش extensible مركب language لأنها التاجز هدولة بكونوا معرفين مسبقا وانت بدك تلتم فيه مغصبا عنك تمام لكن الـ تمام بس بس اللهم انه التاجز هدول انت بتعرفهم الـ html هم معرفين سابقا والـ html والـ xml في النهاية هم نص هم text والـ text النص هو خفيف قد ما يكون حجمه هو خفيف يعني خفيف جدا حشان بما انه خفيف سهل اني انا ابعثه عن طريق الانترنت واستقبله من الانترنت واعمل اللي بدي تمام الـ xml اصلا هم هي standard language تم تصميمها عشان اني اقدر اخزن معلومات تمام وانقل معلومات انقل معلومات ما بين systems من الويب اعمل integrations كل هذه الحكي الـ xml بيساعدني عليه لانه خفيف لطيف تمام ما بدك هذا الفايل اي حدا بقدر يقرأ اي operating system بقدر يقرأ تمام ويحكي لك الـ xml was designed to be self-descriptive يعني واصف حاله محاله هاي انتو اللي يقرأ هاي بتفهمها داعي حدا يجي يشرح لك اياها تمام وحكينا انه هو مستخدم بشكل جدا كبير بالdata storage بالexchanging data تبادل المعلومات ما بين الapplications تمام وما بين الapplications نفسه تمام وداخل في كثير technologies وكمام باستخدموه بالconfiguration بير بس مثلا settings تبعت البرنامج تبعتك شو الانجليزي الcolor تبعت theme color مش عارش وكل settings بقدر تسايفها بفايل بشكل XML منظم اموره بسيطة تمام فبشكل عام طالما انها هي text هي text نص بشكل منظم فهي platform independent يعني مش معتمد على platform معينة اذا انت بتقدر تقرأ text كل الماشين بتقدر تقرأ text الويندوز بقدر يقرأ هذا text الينوكس بقدر يقرأ هذا text الاندرويد كل الoperating systems بقرأوا هذا التكست فهو مش محدد لplatform معين تمام فإذن XML stands for extensible markup language it's a markup language that is designed to store and transport data in a format that is both human readable and machine readable هذا كل حكينا فإذن XML بتسهل علي موضوع data sharing بقدر أشير ال data بsimple text format تمام عن طريق XML وبقدر أنا أعمل أرسل ال data تمام ما بين السيستم و بشكل عام مش فارقة معي أنا عندي سيستم بWindows بدي عمل integration مع سيستم بيشتغل على مثلا على Linux سهل جدا أتبادل المعلومات ما بين التول سيستم فهو بسهل إداء ال integration ما بين السيستم ال integration اللي التكامل ما بين السيستم افرض انه انت بدك تعمل برنامج محاسبة يعمل integration مع برنامج جامعة تمام برنامج المحاسبة معمول على Linux برنامج الجامعة معمول على Windows هذي بتبادل المعلومات عن طريق سهل جدا الموضوع عندك تمام و بما انه التكست وبقدر احطه بفورمات صح ال data بقدر يعني متوفر لأي سيستم لأي شي بدي في الدنيا تمام والحلو في الموضوع انه ال xml زائد في شغلة ما سميها xslt مش رحها later on اذا تدمجهم مع بعض هذه بتعمل ستايل لهذه بقدر بقدر انه ال data هاي شايفينها هذه ال data احول كم ياها ل tables بال html عن طريق xslt تمام اللي هو انت بدك تفهمها انها موجودة وانه ال xml هذا الاشي اللي بيسمح لك ال xml تعمله فساعتها لما بتجي بتعمل برنامج بتكون حاط في بالك انه آه والله دا قزن data بفورمات مرتبئة في عندي شيء اسم xml بتتعلم عليها اكثر وبتستخدمها هذا بشكل عام ومبسط على موضوع ايش هو ال xml وين احنا منستخدم ال xml ويعطيكم الف عافية ونلقاكم في الدرس القادم باذن الله تعال اشتركوا في القناة